على مدى ثماني سنوات مضت تركزت الهجمات الارهابية لتستهدف القادة الجنوبيين دون غيرهم والذين كان لهم دورا كبيرا في محاربة التنظيمات الارهابية وتردها من الاراضي الجنوبية بالامس نجى قائد القوات الخاصة لوا فضل باعش من عملية ارهابية في محافظة ابيان وفاد لوا باعش للغد المشرق انه اثناء طريق عودته بين محافظتي عدن وابين تم تفجير سيارة مفخخة في موكبه في تمام الساعة الحادية عشرة وعشرين دقيقة صباحا ما ادى الى اصابة ثلاثة من مرافقي بجروح مختلفة والله الحمد على سلامة جنودنا الابطال اليوم ذهبتي من العاصمة عدن الى محافظة ابيان لعمل امني والتغينا انا ولح محافظة ابيان اللو ابو بكر حسين وكان لغرض ارتيبات امنية في محافظة ابيان وبعد ان خارقنا من اللغة من قيادة المحافظة الساعة هدى عشر وعشرين تم تفجير سيارة مفخخة في موكبنا وكان الله الحافظ والعناصر الارهابية عاصت في البلاد فسادا ولكن باذن الله ابطال الغوات المسلحة ولا من الجنوبية سيظهرون هذه الافة الا العنصرين الحوثي والارهاب هم هدفهم الجنوب ارض وانشان وبكل تأكيد هم متخادمين وهدفهم واحد لا وضع يعني الجنوب يعني تحتن هذه الهيمنة والغواث المسلحة والامن والشعب الجنوبي اللي هم بالمرصاد ومتصدين بيد الله تعالى الحملاة سواء سهام الشرق او صيوف الشهيد حوث حققت نتائج ايجابية على عرض الواغع وظهرت العناصر ولله الحمد يعني تم الغضاء على الكثير من هذه الافة والاجراءات الامنية مستمرة لتطهير ما تبقى والنصر من الله عز وجل والله منصر الفاتح بدوره ادان المجلس الانتقالي الجنوبي باشد العبارات التفجير الارهابي الجبان الذي سهدف اللواء فضل باعش قائد قوات الامن الخاصة في محاولة فاشلة لاستهداف حياته والجنود الابطال المرافقين له الذين يعملون ليل نهار للحفاظ على الامن والاستقرار في الجنوب ومحافظة ابيان خاصة والتي دفعت ولا زالت تدفع ثمنا باهضا لمجابهة خطر التنظيمات الارهابية ولعبت القوات المسلحة الجنوبية دورا محوريا في محاربة التنظيمات الارهابية من خلال الحملات العسكرية التي انطلقت من العاصمة عادن والتي كان اخرها عملية سيوف حوس والتي حققت فيها القوات الجنوبية انتصارات كبيرة ضد التنظيمات الارهابية وصلت الى عمق تمركز التنظيمات الارهابية التي لم تصل لها اي قوة طيلة العقود الماضية ورغم هذه الانتصارات العظيمة ودحر التنظيمات الارهابية الا ان الجنوبيين دفعوا فاتورة باهضة راح ضخيتها العديد من القيادات البارزة من القوات المسلحة الجنوبية بعمليات ارهابية مراقبون يرون ان هذا التنامي للهجمات الارهابية في الجنوب يأتي بعد النجاحات الاخيرة للمجلس الانتقالي الجنوبي في الجوانب السياسية والعسكرية والدبلوماسية ولكن هناك من يحاول تضليل المجتمع الدولي والاقليمي من خلال تصدير الارهاب الى الجنوب بهدف الهيمنة على ثرواته والسيطرة على الموقع الاستراتيجي المؤثر لا على المنطقة والعالم عبر توظيف الارهاب وتنظيم القاعدة لتحقيق هذه الغاية